رابونزل والتنين الصغير في يوم من الأيام في داخل الكهف الثالث من كهوف قمم الجبال السبعة كانت هناك بيضة يحميها مجموعة من السناجب الصغار كانت تلك البيضة هي بيضة تنين على وشك أن تفقس وفي مكان آخر ليس ببعيد عاشت الأميرة الجميلة رابونزل في بلدة يفوح منها عبق الزهور كانت رابونزل تبحث عن التنين الذي أخبرتها عنه الساحرة كاميلا فخرجت برفقة كلابسي في رحلة للبحث عنه في الغابة السحرية حيث تعهدت كاميلا بأن تعيد كلابسي لفتاة من جديد إذا جعلت التنين يضحك إني متعبة يا رابونزل أمكنني الاستراحة على شعرك؟ أخذت رابونزل كلابسي ووضعتها على شعرها ومن ثم أكملت طريقها وبينما كانت تمشي قامت بومة من الغابة السحرية بتتبعها سرا لا يمكن لأحد أن يتطور مدى ثهولة التذول في الغابة بالنسبة لبومة مثلي وبعد مضي بعض الوقت شاهدت خلية نحل وبالرغم من وجود بعض النحل حول الخلية إلا أنها كانت تبدو فارغة هل تعتقدين بأن ملكة النحل غادرت الخلية؟ لا أعتقد ذلك، انظري كانت رابونزل مذعورة مما رأت فقد شاهدت ملكة نحل تفوق حجمها بثلاثة أضعاف أيتها الملكة؟ إننا نحاول الوصول إلى قمم الجبال الثبع أزل؟ بالتأكيد هل نحن على الطريق الصحيح؟ أم الطريق الخاطئ؟ أعتقد بأننا على الطريق الصحيح فلنبتعد من هنا شكرا لك أتمنى أن تنتج الكثير من العسل ابتعدت رابونزل وكنابسي عن ملكة النحل بسرعة ومن ثم شاهدتها نبتة عملاقة تسمى أنف العجل أليست هذه نبتة أنف العجل؟ أجل صحيح النبتة التي تفتح فمها؟ كلابسي إذا حفظنا على هدوئنا فلن تؤذينا بدت تلك النباتات وكأنها تغط في نوم عميق فتسلل ترابونزل وكلابسي عبر تلك النباتات بخطوات بطيئة ولكن بعدها حاول ترابونزل إخفاء صوت العبصة بتغطية فم كلابسي بشعرها لكن ذلك لم يكن كافياً لا لالم يكن لهذا أن يحدث وبسبب عصة كلابسي استيقظت إحدى النباتات مدت النبتة عنقها باتجاه رابونزل فلم تعرف حينها ماذا تفعل فتجمدت في مكانها من الخوف قامت النبتة بفتح فمها لتبتلع رابونزل ولتدافع رابونزل عن نفسها قامت بلف شعرها حول صخرة ضخمة ورميها داخل فم تلك النبتة اضطرت تلك النبتة إلى بلع الصخرة الضخمة وبينما كانت رابونزل تركض مبتعدة استيقظت باقي النباتات إثر هياش النبتة الأولى كانت رابونزل وتلابسي تشعران بالتعب الشديد ولكنهما تمكنتا من الفرار من النباتات المتوحشة وبعد ذلك شاهدتا جبلا ضخما وبعد أن أمعنتا نظر في الجبل أدركتا أن فيه ثبعة كهوف أعتقد بأننا وجدنا الجبل الذي تحدثت عنه كميلا شاهدت رابونزل حافة صغرية على ذلك الجبل فألقت بشعرها الطويل نحو الأعلى فالتف شعرها حول تلك الحافة وتسلقتاه للوصول لأعلى الجبل وعندما وصلتا للكهف شاهدتا ثلاثة سناجب مرحبا أيدها السناجب أنا رابونزل هل شاهدتم تنين في الأرجاء؟ لا يجب عليك أن تسأليهم بتلك الطريقة ستخيفيهم سأجرب من جديد مرحبا أيدها السناجب هل شاهدتم تنين جميلا؟ أومى السناجب برؤوسهم قائلين نعم وبعدها دخلوا للكهف لم أعتقد بأنك ستنجحين أرادت كلابسي دخول الكهف أولا ولكن تعثرت بحجر وتدحرجت داخل الكهف حتى اصطدمت بشيء أخضر لقد كان ذلك الشيء هو التنين الصغير مرحبا كان سيكلابسي خائفة جدا لهذا قفزت على ذيل التنين فقام التنين بالهدير لقد وجدنا التنين الذي أخبرتنا عنه جميلة لا أصدق أجل وفي أثناء فرح رابونسل رأت كلابسي أن الأفضل أن تفلت ذيل التنين إنحنى التنين للأسفل لينظر لكلابسي بتمع لا أعتقد بأنه يحبني أنا متأكدة بأنه يحبك لكنه لا يستطيع التعبير عن مشاعره أليس كذلك يا عزيزي؟ فلنمنحك إسما تريده إنه لطيف عليك أن تصبحي صديقة له وتقومي بإضحاكه أتذكرين؟ لم يحب التنين الصغير كلابسي لأنها قامت بإيذاء ذيله لذلك حاولت كلابسي إفساد شعر رابونسل لتبدو بمظهر مضحك لكن ذلك لم يضحك دريدو على الإطلاق وبعدها حاولت كلابسي أن تصنع تنين من ورقة الشجر ولكنه بدى كالجمل ومع ذلك لم يبتسم التنين دريدو ربما يكون شائعاً وليس فيه مزاج جيد أهو ماذا تأكل التنين؟ فاكهة التنين إذن فلنبحث عن فاكهة التنين من أجلك وبعدها نعود إلى قصري بدأ التنين بالارتياح لربونسل وتوجه برفقتها للقصر وعلى مسافة ليست بعيدة كانت لا تزال البومة تراقبهم لقد كانت صديقة للساحرة زينيا لقد تم إرسال تلك البومة من قبل الساحرات كاميلا وزينيا وهيلا وفيجا وقد أخبرتهن البومة بقصة التنين كاملة لقد وزد ذلك التنين الذي قلت بأنه غير موذوط هذا مستحيل لقد كذبت بخصوص التنين كيف حدث ذلك؟ إذن رابونسل تملك تنين أمر لا يصدق يجب علينا أن نضع خطة لهزيمة جميع الأميرات يجب علينا أن لا نغيّع الوقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر